اللي يبص على مشاكل الناس في المحاكم وفي كل حتة هيكتشف ان ما فيش اي قانون قدر يخلينا في المدينة الفضلة لان الانسان لو جواه الشر قادر انه يبوز كل حاجة حلوة لو هنتكلم بشكل عام في موضوع الوصاية هنلاقي ان كل الطرف ممكن يبقى مظلوم وده بجد ممكن يبقى ظالم في نفس الوقت ومش واخب باله لان مش كل الجدود ولا العمام الاوصياء على صروة الاب اللي توفى ظالمين وبيكلوا يحقو الناس او يحقو الاطفال الايتام زي ما في جد او عام ممكن مش بس يصونوا الامانة ويرعوا حق الارملة او الاطفال الايتام او عيالهم يعني او لحمهم في ناس محترمة كمان بتصون الامانة لحد ما تسلمها لاصحابها وبيكبروها كمان وزي ما انت يومونا زاكي كنتوا مظلومين وضحايا في الحقيقة وفي المسلسل في برضو امها التانية خدت حق الوصاية او الزوج كان كاتب لها صروته كلها ما طلعوش قد الامانة طب ايه الحل؟ انا بفكر لو تسمحوا لي ان اقول رأي من وجهة نظري متوضعة لقد كده اقدر اقول ان الموضوع ده صعب يكون في قانون جامع لكل حاجة يرضي كل الاطراف ويقفل الباب وصد كل الازمات دي لان الخير والشر موجودين جوانا طول الوقت وكل قصة مختلفة عن غيرها عشان كده بفكر معاكم او باقترح عليكم وعلى كل علماء الدين وفقهاء القانون او الناس اللي بتفهم في القانون يصححوا لي لو انا غلطانة انه ممكن يكون في لجن متخصصة تدرس كل حالة لوحدة يكون فيها خبير نفسي ويكون فيها خبير على المجتمع رجل ديني يشوف الزاوية من ناحيته كل واحد كل طرف يعرض وجهة نظره واللجنة تقرر عني الاحسن للاولاد وتعملوا الموضوع ده فعلا شائك وحساس جدا غير باقي القصص اللي نقشناها قبل كده وان انا اقول فيه كلمة وخلاص يا دي لاتحصل ماينفعش ولا يخلص في حلقة ولا اتنين ولا عشرة لان ده دور مجتمعي في المعام الاول كلنا لازم نشتغل فيه وكلنا لازم نشتغل عليه وزي ما شفنا الجدل اللي حصل بعد عرض المسلسل وانا في كل الاحوال بشكرك يا نادية انك خدتي قرار انك تبعت لنا وتفضلنا ونحاول ان احنا نتكلم في مشكلتك ولو نبقى الجزء بسيط قد كده ولو كل صاحب مشكلة قرر ان هو يقوم بدوره ويوصل صوته اكيد دنيتنا دي كلها تختلف كتير انا قلت رائيه دلوقتي وقلتلك انا بفكر في ايه وسمعتي معانا رائيه فضلت الشيخ وسمعتي رجل قانون وجبنا لك كمان دكتور هالة فكري وشو في ايه الاحسن لك وهستنى منك رسالة تتمنيني فيها عملتي ايه وهستنى من كل اللي تفرجوا علينا يبعتو لنا حتى لو ما كناش هنقدر نحل وحتى لو القانون مش يتغير دلوقتي تبقي فطفاتتي وقلت قصتك ونتعلم منها البكرة وتبقي لقيت حد يطبطب عليكي هنا في قصة حقيقية ترجمة نانسي قنقر